اشتركوا في القناة تواغل زروقي مرة أخرى والتغطية في التوقيت المناسب تأتي بشكل رائع من قبل الظهير العصر للأولمبي الشلفوي شمس الدين الساخ في كرة صعبة جدا كانت على الجهة اليمنى انطلاقاتهم سريعة هجماتهم المرتدة خاطفة وبإمكانهم في أي لحظة من المباراة أن يصنعوا الفارق كرة على الجهة اليمنى محاولة المرور محمد ريضا العودة للخلف يقوم بوجباته الدفاعية جيب عقيب يوراو يختم التشتيتولي بعد يأتي من قبل شمس الدين الساخ عادت من جديد لمصلحة أولمبي الشلف جيب عقيب تدخل موجود فعلي الحكم المباراة كان قريب جدا هنا والطاكل كان واضح تدخل على جيب عقيب في القرة الماضية من قبل المدادة لئيسر عبدالله بن دوب مخالفة مباشرة اليونان بيشلف لقاء القادم على فكرة مشاهدين الكرام بالنسبة اليونان بيشلف سيكون مام شببة القبائل هذا لقاء متأخر في وقت سيستقبل في المباراة القادمة مولودية وهران بعد هذه المخالفة المباشرة دقل مطقة الجزاء لكن الترتي تأتي من قبل دوار يوسف وليبعان قد بعدها سيستقبل مولودية وهران في درب الغرب الكبير جدا والمعروفة توزيع خرجت الفرفة خرجت وغادرت إلى راكلة مرمى انطلق الآن من بوسعيد مباشرة للجاة اليمنى ستكون فرصة صعبة جدا للولمبي داخل منطقة الجزاء المتابعة مرة أخرى بوسعيد زنازل يتفوق في الكرة الثانية هذا جيب هذا عكيب مرة أخرى والدفاع بشكل لايع من أمام توزيعات الخطير بوسعيد هذا دباري على الجاة اليمنى يحاول المرور عبدالحق العودة لإزناسني الأولمبي يضغط العرضية حاضرة عادت الكرة الثانية لإزناسني إذا ضيعتها ستكون خطيرة ضيعتها وستكون خطيرة فعلا لكن هو يقول استرجعتها مرة أخرى فتوحي كلهم سريعين عن الثلولمبي صعبة من فتوحي والدفاع مرة أخرى بوسطة القدم لازالت في منطقة الباك لازالت لمصلحة لايز لكن هناك تسلل واضح في الكرة الماضية ماذا تفعل هنا ضيعتها في وضعية صعبة انتلاقة شرفوية هذه خطيرة سويبع مر سويبع تقدم جوبع عقيم تسديد قوية بالشكل رايع سبدد كيف فكرت في ذلك متى قررت بالشكل رايع سبدد سويبع لا تصد ولا تراب تسديدة سويبع ظننت كمك ستقدمها لجوبع عقيم على الجهة الاسرى عندما كان وحيداً ولكنك اخترت القرار الصعب الذي كان قراراً صايباً في نهاية المطاف هنا قرر هنا سبدد هنا اعتمد على نفسه هنا ماذا فعل وضعت لايز في المقدمة يسويبع زناس لمن استعادها ومن أنهها ووضعها في شباكهم إنه سويبع هداف لايز هذا الموسم يقول بلسان فصيح سنحاول وسنجتهد أن نضع لايز بعيداً عن الحسابات الضيقة هل امتلاق للباك على الجهة اليمنى هل من محاولة هل من فرصة التوسع خطيرة بالرأس اوه هي يا زروقي هي بهذا الشكل الباك يقول لما ارفع راية الاستسلام لعبت بشكل رايع ارتقلها زروقي بالرأس وضعها وعدل الكفة وعادل النتيجة زروقي يعود بالباك إلى جواء المباراة من جديد خطفها صولة وزعها صولة برأسية وضعها القناص زروقي مروان في شباك لايزو واحد واحد المباراة رائعة من سيحسم هلان كل فريق يقولنا مر سرير الخطير توغل سرير المذاكر اكتش جزال يقول حكم المباراة ومخالفة مباشرة جديدة لمصلحة نادي بارادو في وضعية صعب مع تواجد تقريبا كل لعبين دي بارادو مع هذا لعبين فقط في دفاعنا دي بارادو والامكانية الآن والخطورة حاضرة وواردة من قبل الصوق ويوزعها داخل منطقة الجزاء المتابعة بالرأس من الدفاع عادت من جديد فرصة كبيرة في الشباك فعلوها 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 في الشباك وضعوها أي جنون هذا أي مباراة هذه حميد محمد رضا سجلتان الهداف للباك بطريقة رائعة أي متعة وأي جمال وأي فرجة كبيرة هنا بملعب الدار الميطة المباريات تلعب لغاية لحظاتها الأخيرة والباك يخطف النقاط الثلاث بعد كرة اللعبة داخل منطقة الجزاء والمتابعة كانت حاضرة من حميد محمد رضا الذي يوقع ثاني أهداف الأصفر والأزرق هل هناك تسلل هل هناك تسلل سنتابع 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 لا 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 لم يكن هناك تسلل في اللقطة الماضية فعلا على هجوم نادي باردو هنا فعلا لأنه أولا المتافع هو من عاد الكرة واستدمت بالرأس وثانيا هناك لعب أيضا كسر وضعية تسلل من جانب الدفاع لايستو صراحة نولم بيشلف الذي كان رائعا في هذه المباراة آخر كرة صعود كل عناصر نولم بيشلف لمنطقة الجزاء في محاولة لمعادلة الكف والعودة بنقطة إلى شلف أمامي يمين دباري بالرأس في الأولى والثانية فرصة كبيرة ركلة جزاء لا يريدها أم تمتهي ولم تمتهي هذه المباراة أي جنون أي جنون أي جنون ركلة جزاء للشلفاوة في وقت كنت أقول هل سيعود بنقطة للشلف لعل القدر سيمنحكم ذلك لعل ذلك الذي فعلتمه في الشعوط الأول من أداء وفرص متاحة سيعيد لكم بعضا 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 ما تستحقونه من خلال هذه المباراة من أمل العودة بنقطة إلى الشلف وإدراك التعادل بركلة جزاء من ستكون له الكلمة العليا من سيتفوق من هلمت يتفيق هلمت يا عدادي هلمت يا بوسوف عدادي ما رؤاك ما رؤاك يا عدادي ألولا بالشلف هو ينفذ الخسارة يعادل الأوتار ويعود إلى جواء المباراة من جديد ترجمة نانسي قنقر شكرا